المدير العام السابق للاستثمار بوزارة الطاقة والمياه استاذ غسام بيدون أهلاً وصهلاً فيك ألو عم تسمعنا؟ أهلاً فيك فيك وصباحًا وللزمير وللمستمعين أهلاً وصهلاً فيك بصفتك مدير استثمار سابق وخبير بشؤون الطاقة وتصرفات الخارجين عن الأنون بوزارة الطاقة كهرباء لبنان هل بتتوقع أنه الكهرباء لبنان ووزارة الطاقة رح يخضعوا لقانون الشراء العام؟ وشو رح يتغير؟ لا شك أنه الملزمين بالخضوع لقانون الشراء العام شغلة ما عادت مزيجية وما عادت مثل ما كانوا يقولوننا نحن أولاً والناس راحوا على إدارة المناقصات وكأنه راحوا طوعاً أو أنه تربيح جميلة لإدارة المناقصات وبعدها بداية تطبيق أو دخول الأنون تحيز التطبيق هو بداية معركة رح تكون كتير آسية مع الفساد والمنتفعين من الفساد شو يعني معركة آسية إستاذ غسام بايدون؟ شو يعني معركة آسية؟ شو رح يصير؟ شو رح يصير؟ شو يعني معركة آسية؟ المحاولات؟ شو يعني رح يظلوا مستمرين في محاولات تجاوز الأنون وتعطيق الأنون وكانت الدعوة الفاشلة اللي أقاموها بوجه دكتور جون علية أحدى الوسائل أواخر إذا بدك المراحل اللي حاولوا فيها يعطلوا تنفيذ الأنون وتطبيق الأنون أنا اللي تعرفت عليه بكهرباء لبنان وبوزارة الطاقة من ممارسات وإعداد دفاتر الشروط والتعجيل بالمهل وتنفيذ المشاريع بشكل مخارف للأنون والحصول من مجلس الوزراء على موافقات لتجاوز القوانين وتجاوز موقف إدارة المناقصات كان مخيف هذه الممارسة كان لديها دور كبير بسقوط الدولة وانهيار الخزينة وإفلاس المالية العامة هذا يعني العبرة يجب أن نأخذها من النتائج اللي وصولنا لها واللي يعني أثرت على كل الناس وعلى الاقتصاد وعلى الليرة وعلى الموضعين وعلى الدولة يعني أنا بقول لك بوزارة الطاقة كان كتير مستقوي الوزير بأنه يروح على مجلس الوزراء ويجيب من مجلس الوزراء موافقات غريبة ومخالف القانون لا بل كانوا يحوروا ويغير الوزراء بشكل كتير يعني مثير للشك وللاستغراب وكان الوزراء الميمنين والقادرين واللي عندهم وزن سياسي قادرين يحاولوا مجلس الوزراء إلى هيئة ناظمة للفساد نعم كان الوزراء اللي بيتدعو دونه وإنه آلهة ولهم أن يفعلوا ما يشاءون في وزاراتهم لإدارة مصالح الدولة شوفنا لولو هاو دي هالوزراء الأكيد ما راح يكونوا مرتاحين لأنه كانوا يجتمعوا عدة وزراء كل واحد يحضر ملفه وتم هندسة وإخذ هالملفات لحتى تتنفذ بشكل مخالف للقانون باعتقد راح تكون معادة سهلة ومنذكر يعني بعدة أمور كانت تتمارس لوزارة الطاقة وهو إطلاق المناقصات من منصات غير قانونية منصات كانوا يعملوها من المركز اللبناني لحفظ الطاقة اللي هو كيان ما له مشروعية بعده موجود يعني اليوم من المشروعات اللي مفروض كانت تنضم وتندم المدينة نعم عم نقل لك موجود بعده المركز اللبناني لحفظ الطاقة وبعده عم بمارس مهامه بس بس راح يكون مستحيل وصعب انه يكفوا على المنهج نعم والقديشة اللي يجب تندمش بكهرباء اللبنان المناصات كهرباء اللبنان اللي دايما بتتحول لعفوط الطرق وعني إذا بتاخد معركة البواخر وتجديد للبواخر والتمديد للبواخر اللي خادت طور جوعة اللي كمان بشجاعة وجرأة للنهاية وأحبطت بسنة الالفين وسبعة عشر هاي دي النمازج يعني كهرباء اللبنان في عندك خلوم إنشاء المؤسسة اللي أدخلوا بموجه بمقاليات عاملة والخير وهلأ عملين كمان مناقصة جديدة لمقدمي خدمات بمنطقة زحلة بعد ما عملوا لقانون مبنى على أخر عاك الحال الصوت عم بيروحوا بيجي رح نكتفي من هالقدر نعم كل هاي دي النمازج نعم أكتر يعني جهتين رح يضايقوا ورح يضطروا شكرا لك أستاذ غسام بيدون الموديل عام السابق للاستثمار بوزارة الطقوة المياه الصوت مش كتير واضح كليえて